أثارت مجموعة من الأسماء الغريبة عن التقافة المغربية وعن الهوية المغربية وعن المذهب المالكي معلقة في جدران مجموعة من الأزقة وشوارع مدينة تمارة سخطا عارما من طرف الساكنة المدينة ورواد التواصل الاجتماعي هذه الأسماء عندها دلالة دينية متطرفة ينبغي فتح تحقيق قضائي حول من سرب هذه الأسماء ومن اقترحها ومن قام بطباعتها وبتعليقها بجدران الأزقة يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية المجلس البلادي وتتحمل السلطة المحلية كذلك مسؤولية لأن هذا دالي غياب المراقبة للأجهزة للسلطة المحلية بمدينة تمارة إذن هذه كاريتة عظمى سوء تسيير وتدبير مدينة تمارة من طرف حزب العدلة والتنمية التي تدبر شؤون دي المدينة تمارة بطريقة عشوائية وفيها نوع من الغباء ونوع من المكر والخداء إذن من هذا المنبر هذا تنطالب بفتح تحقيق قضائي والجنائي لأن الأمر خطير وخطير جدا إذا كان هذا شي خطأ خاص يتحسبوا الناس اللي قاموا بهذا الخطأ ولكن لا أظن أن هذا خطأ بل هذا متعمد للنظرة الدينية لهاد الحزب هذا اللي جاب لنا أسماء غريبة على المجتمع المغربي هذا في غفلة يمكن الأمر تكتاشف بطريقة عفوية هذا تأشر على مجموعة هذه الحويجة يمكن أن مروا هذا الشيء بغفلة ولكن كما قلت هذه في خادعة ومكر والنية المبية عند حزب العدلة والتنمية وبنواياه وبمخططاته عفواً اتجاه المجتمع واتجاه الوطن والمملكة المغربية إذن هذا الشيء هذا يجب أن تفتح فيه تحقيق قضائي وجنائي حتى تتضح الصورة للجميع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة